موسيقى عارفين ومقتنعين كويس جدا انه لكل زمن ليه طبيعته الحضارية وليه كمان طبيعته ثقافية وعارفين ان الحضارة المصرية وطول الوقت التراث والتاريخ بيقولوا كده انها عمرها اكتر من 7000 سنة بس الحقيقة على مر العصور بلاقي انه شخصية الانسان بتختلف تماما من عصر التاني بطبيعة الحياة وطبيعة تغير الحضارة طبيعة تغير التقافة طبيعة تغير حاجات كتير احنا النهاردة في حلقتنا الخاصة بالتراث عايزين نعرف اكتر ليه طبيعة الانسان بتختلف وشكل الانسان بيختلف وطبيعة البشرية بتختلف ما بين العصر والاخر ده هتكلمنا فيه النهاردة مهندس ماجد الراهب رئيس جمعية الحفاظ على التراث المصري صباح خير صباح خير شرفنا ومنورنا تعيش بتانيا كده خلينا نتكلم على الاختلاف في الشخصية وإيه سبب اختلاف في الشخصية للانسان ما بين عصر والاخر اي شخصية بتتأثر بالمكان والجغرافيا والتاريخ وكل شخصية لها مقاومتها لكن الشخصية المصرية بتنفرد عن كل الشخصيات الاخرى انا ممكن ارتبط بوطن معين بالاقامة فيه ممكن ارتبط بوطن معين او ببلد معين بالرقم القوم اه ممكن ارتبط بوطن بالشغل لكن مصر ليها فكرة تاني خالص ان المقاومات الحضرية اللي فيها تحدثتك قلت سبعة تلاف سنة لا انا هنرجع شوية كده قدي خمستاشر عشرين الف سنة وهو ده الواقع فالجينات الحضرية اللي موجودة في الانسان المصري هي اللي بتدي منه شخصية مختلفة تماما اه وليس بالاقامة ولا بالرقم القومي ولا بالمهنة ولا باي حال خالص لكن بالجزور اللي جوه الشخصية المصرية اللي هي الجزور اللي بتسميها الجزور الحضرية احنا الانسان المصري لو صردنا كده تاريخ المصري في كتاب مهم جدا نزل اسمه فجر الضمير تمام البرتان دراسل الراجل ده بيقول انه فجر الضمير نشأ في مصر فجر الضمير نشأ في مصر طب ليه نشأ في مصر علشان بنقول انه احنا عندنا جزور حضرية قديمة جدا تصبقه للحضرات الاخرى عشان كده الشخصية المصرية تختلف عن اي شخصية اخر تمام لكن هي بتختلف الشخصية من عصره للتاني يعني لو الانسان المصري مرتبط فعلا بجزوره الداخلية مش بس مجرد عرقه مجرد حاجات خارجية لكن هو من جواه طول الوقت الانسان المصري بيحس انه انا ده مكاني حتى لو رحت في اي مكان تاني برجع وبحس انه انا انا هنا ده ده دي جزوري انا ليه بقى بتختلف الشخصية طبعا الطبيعي انه كل عصره وليه ثقافته وليه طبيعته الانسان المصري كمان بيختلف مع اختلاف الثقافة والعصر والطبيعة بالزبط يعني زي ما قلت لحضراتك احنا عندنا تتابع حضرات وعندنا رقائق حضرية كبيرة جدا الشخصية المصرية المفروض انها تأثرت بكل ده حتى من غير ما تدرك تمام يعني ممكن اي حد بسيط اي واحدة بسيطة حتلاقي فيها جزور حضرية من غير ما تدرك هذا الكلام لانه التتابع الحضاري والتسليم يعني حديدجي مثل الصغير خالص الامثال الشعبية تمام احنا لغاية النهاردة لما نيجي نعظم شخصية نقول ايه ده على رأسه ريشة تمام الجلمة دي جات منين امثال امثال اه المثل ده اصله ايه جا منين اه لو رجعنا بقى بالتاريخ كده خالص ونيجي في الحضارة المصرية القديمة حنلاقي فيه آلهة اسمها ماعت آه آلهة ماعت دي عبارة عن شخصية امرأة وعلى رأسها ريشة آه وبتمثل ام جالسة او وقفة دي مرسومة في المعابد طريبا كلها وفي لقصر و آه في اغلب المعابد طبعا فعلا وبتمثل بطريقة تانية ام وقفة ومسكة صولجان ومفتاح الحياة ماعت دي هي آلهة العدالة تمام والريشة دي ليها مدلول كبير جدا عند المصر القديم العدل العدل وانه المتوفي قبل ما يبتدي بقى يطلع السماء حيخش فين فقلبه يتوزن قدام ريشة آه تمام وده برضو بنلاقيه على المعابد رسومات ايوة ميزان وجنبيه لو القلب طب يبقى القلب فيه ايه مش نضيف في شرور فما يخشش الملكوت يعني القلب وقتها لازم يبقى في خوف في الريشة بالزبط تمام فالريشة لو طبت يبقى الراجل ده كويس فعشان كده لما يتقال المثل بتاعنا انت على راسك ريشة يعني قد كده انت عادل وقد كده انت بتتبع مبادئ معت معت او الليها معت دي عملت ايه حطت 42 مبدأ ال42 مبدأ دول هم فجر الضمير تمام هم الشريعة بتاعت كل العالم يعني مفيش حد في العالم كله ما خدش في دستوره او في اخلاقياته او في القوانين الوضعية من ال42 مبدأ بتوع معت بيلمسوا جميع نواحي الحياة هم القتل والاختصاب والزنا والارهاب وعلاقتي بالجار وعلاقتي بالدولة كل حاجة حتى المية وحتى ان انا ما استهلكش مية كتير هم ان انا ملوست طبعا ماء النيل وده اشهر حاجة الناس كلها بتقول لكن هم 42 مبدأ ال42 مبدأ دول للأسف لو سألت اي مصري حاليا ما يارفش عنهم حاجة وده اللي احنا بقى الهدف من اللي احنا بنقوله ايه انه لازم مناهج التعليم تضم هذه المبادئ ابتدي اديها من ولادنا وهم صغيرين اشبههم بالروح المصري اشبههم بالهوية المصري اقول لهم شوفوا اجدادكم وضعوا ايه وضعوا اساس الضمير وضعوا اساس الاخلاقيات وضعوا اساس كل الاديان حتى لما تيري كل الاديان فهي بتشير الى مبادئ معت او ما بتخرجش عن مبادئ معت طيب بما اننا اتكلمنا شوية او يعني دخلنا في العصر الفرعوني خلينا نتكلم على سمات الشخصية المصرية في العصر ده بما اننا محتاجين نتعرف اكتر على التراث يعني لو هنتكلم في العصور المختلفة نبدأ بداية التاريخ وهو العصر الفرعوني بما اننا كنا على الاله معت فخلينا بقى نتكلم على الشخصية المصرية او الانسان المصري في العصر ده وفي الوقت ده كان سماته عاملة ازاي الإنسان المصري في هذا العصر كان بيتمتع أولا بحاجات مهمة جدا كم من الحرية كم من المساواة ما فيش فرق بين الراجل والست بالعكس الست كانت وقتها مكانة عالية جدا الكل بيراعي الآخر وده مهم جدا قبول الآخر اللي احنا حاليا بنقوله أو بنحكي عنه لكن في المصري القديم كان الموضوع ده منتشر جدا وموجود جدا زي ما بقولك الناس كلها كانت بتحاول تنقي قلبها علشان اللحظة بتاعة الوفاة لما يحصل الميزان العدل وقلبه يتوزن مع الريشة يبقى ضامن أن قلبه نضيفه الريشة هي اللي حطب ده الإنسان المصري ده اللي صنع الحضارة الحضارة ما بتجيش من فراغ عمر الحضارة ما تيجي من فراغ هتيجي من إنسان متمتع بحرية بيستعمل عقله وده مهم جدا استعمال العقل تكوين الشخصية ويمكن هنتكلم عليها قدام شوي كل السمات دي كانت متوفرة في الشخصية المصرية عشان كده كان لها باع طويل جدا مش في مصر بس احنا نلاقي المصريين انتشروا في كل حتة يعني في ايرلندا وفي امريكا سوريا في اوروبا في اسيا يعني حتى المكسيك ما فيه اهرامات في المكسيك الاهرامات لتأثير مصر بعض الدول اخدت اسمها من اسماء مصرية كل ده هو عبارة عن بوتقة صنعت حضارة في العصور القديمة زي ما بنقول عشر تلاف سنة او خمستاشر الف سنة طب بما اننا بنتكلم برضو على بداية تاريخ انساني عايز اعرف تفسير حضرتك لانه في نقطة انه في نفس الحقبة دي كان الانسان المصري القديم اللي هو وقت العصر الفرعوني ده كان بيحصل للانسان برضو تطور وكان الانسان بيختلف شوية بس في نفس العصر مش بنتكلم في عصر تاني فتفسير حضرتك للموضوع دقيقة ماهو مش الانسان بطبعه ماهوش مش كوبي يعني ماهوش عبارة عن نسخ واحدة اكيد طبعا فيه اختلاف اكيد فيه شر اكيد فيه يعني مثلا قصة حورس وسط والمؤامرات اللي حصلت بينهم واسطورة ازيس كل ده هو نتاج انساني يعني ما من الاصل خالص ادم وحوة وولادهم قبيل وهبيل ما كان فيه شر يعني مش هنقول ان المصريين كلهم كانوا ملايك لا طبعا فيه اختلاف وفيه تطور لكن انا بتكلم على الاطار العام للشخصية المصرية كانت شخصية مبدعة كانت شخصية مخترعة يعني احنا لو بصينا لكم الاختراعات اللي حصلت فيه الفترة المصرية القديمة حنزهل من الفكر المصري ما فيش حاجة حاليا موجودة دلوقتي الا لما نلاقي لها اصل مصري عشان كده الشخصية المصرية ليها تفرد وليها نوع من نقول ايه الزهو يعني المفروض ان انا يبقى عندي زهو ان انا مصري صحيح نروح لفترة تانية هي القرن التاني الملادي فترة تانية في عصر تاني الانسان فيه برضو بيختلف بس عايزين نعرف سمات بقى شخصية الانسان في العصر ده اللي هو القرن التاني الملادي اختلفت في ايه تطور ازاي تفكير الناس والثقافة الابداع كان لسه موجود انا ما كانش موجود الفن الجميل اللي كان عند الانسان في العصر الفرعوني كان برضو موجود في القرن التاني الملادي ولا برضو اقل شوية او اختفى فنعرف سمات الشخصية المصرية في الوقت ده القرن التالي الملادي بقى بنتكلم عن الحقب القبطية ولازم نفهم او نعرف انه الاقباط هما ورسة الحضارة المصرية يعني ما جاش كده وعملنا فاصل في التاريخ وقلنا هنا ظهرت المسيحية وخلاص مفيش حاجة اسمها مصر قديم لا طبعا التواصل الحضاري اللي انا بحكي عنه او التواصل الشخصية المصرية الجزور بتاعتها هي مصرية قديمة القبطي او المصري لما قبل المسيحية الجزور المصرية جواه اكيد وحنلاقي انه الفن والعمارة والصماعات وكل حاجة هو ورسها من كانت موجودة موجودة بالضبط حنلاقي انه الفنان القبطي او الفنان المسيحي طوع الديانة الجديدة المسيحية من خلال الرموز القديمة بتاعت مصر القديم يعني مفتاح عنخ يتحول الى الصليب صليب يستعمله صليب حاجات كتيرة جدا بقى يعني دي عايزة حلقة لوحدها يعني اللي هي الرموز كيف تحولت الرموز المصرية الى شكل المعابد تحول الى شكل الاديرة بالضبط الكنايس يعني نفس تخطيط المعبد هو تخطيط الكنيس ومات كمان اختلفت على عواميد المعابد في الفترة دي انا عايزة اقولك على يعني صورة او شكل موجود في المصر القديم مش موجود في اي حتة المسيحي استخدمه بشكل عبقري ارضاع ازيس لحورس ايو صحيح وده موجود في معابد كتير صحيح الايقونة الوحيدة اللي موجودة في العالم في مصر ارضاع العذرة للسيد المسيح مش موجودة في اي حتة غير في مصر لانه الفناني المسيحي طوحها في الديانة الجديدة فما كانش فيه غضادة انه يطلع العذرة وهي بتردع السيد المسيح عشان كده بقولك انه استمرار الحضارة مرتبط بالشخصية المصرية القرن التاني زي ما حضرتك ذكرتي ظهرت شخصية غير عادية في مصر اكليماندوس اكليماندوس السكنداري وده كان عميد مدرسة اسكندرية اللهوتية كان من العبقرة واللي وضع بصمات كتيرة مش في مصر بس لا في العالم كله له كتاب مهم جدا اسمه كتاب المربي منتلت اجزاء وانا شرفت ان ترجمته هذا الكتاب ونشرته الكتاب ده حط فيه اهم نظرية موجودة في العالم كله ويمكن هي موجودة قبل كده في التراث المصري لكن هنقول بقى في العصر القبطي وهي نظرية التكوين تكوين الشخصية وليس التلقين اللي احنا شغالين عليها دلوقتي يعني في القرن التاني الميلادي يظهر واحد مصري يحط اهم نظرية تربوية وهي تكوين الشخصية او تكوين الطفل تمام تخيلي انت هذه النظرية ظهرت امتى في العالم كله 1912 يعني اول واحد يتكلم عن نظرية التكوين كان سنة 1912 وكان من رواضها جون واتسون اكليماندوس سكندري حطى ثلاث مبادئ مهمة جدا من التراث المصري بس سريعني فضل وضع نظرية التكوين وضع مساواة الجنس الرجل بالمرأة وضع اهمية كبيرة للشباب وسمهم الخريقة الجديدة التلات حاجات دول للأسف احنا بنفتقدهم تماما صحيح ويمكن من خلال برنامج انا اطالب انه كتاب المربي ده بالنظريات اللي فيه لازم يدرس زي ما قلت برضو انه مبادئ معت لازم تدرس برضو لازم كتابات اكليماندوس تدرس مهندس ماجد الراهب رئيس جمعية الحفاظ على التراث المصري بشكرك شكرا جزيلا كان لسه فيه كلام كتير وعصور كتير كنا حابين نتكلم فيها لأسف وقت الحلقة خلص بس بشكرك شكرا جزيلا على هذه المعلومات القيمة شكرا لحرارك شكرا مشاهدين حلاتنا معاكم من صباح النور خلصت بنشكركوا على حسن المتابعة وبكرا ان شاء الله يكون معاكم فريعة ماليوم الاربع في صباح جديد وصباح النور اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة